اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم احدى مراحل التمرين البحري المشترك جسر 25 والذي تنفذه قوة دفاع البحرين ممثلة في سلاح البحرية الملكي البحريني بالتعاون مع الاسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية في الفترة من الاول وحتى الخامس من ديسمبر الجاري بمملكة البحرين حيث اشار سموه الى ما وصل اليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة في كافة المجالات لاسيما الدفاعية والعسكرية منها لافتا سموه الى اسهمات القوات البحرية الملكية السعودية البارزة في تعزيز امن وسلامة الملاحة الى جانب القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في المنطقة وتابع سموه الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة عمليات التمرين والقيادة والسيطرة حيث اشار سموه الى اهمية هذا التمرين في تعزيز االيات التنسيق والتكامل وتبدل الخبرات خلال العمليات البحرية بين السلاح البحرية الملكي البحريني والقوات البحرية الملكية السعودية معرب بن سموه عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في التمرين البحري المشترك جسر 25 لما بذلوه من جهود طيبة في تنفيذ المهام المنوطة بهم متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح